الصوت وصورة على الباش فيسبوك بتاعنا الحياة تفهم ولعشان يوتيوب بتاعنا الحياة تفهم سينوك كما العادة لكلكم تتسائل وزعم أحوال التقس بالنسبة لليوم كيفاش بيش تكون نقول لكم التفاصيل تتسويت في ميتيو 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 أحوال التقس على الحياة تفهم تقس اليوم بيش تكون رياحة قوية متواصلة قرب السواحل وبالمرتفعات وينتوصل سرعتها إلى مستوى تسعين كيلومتر في الساعة في شكلها بيت النشارات التحذيرية بيش تكون سريطة ألا مفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر بيش يكون هائش إلى شديد الهيجان بالشمال فما انخفاض طفيف لحقيقة مرتقب في درجات الحرارة وينتتراوح القصوى بين 15 و 22 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 23 و 29 درجة بالجنوب بيش تكون فما فترات مشمسة تتخللها سحب عبر بأغلب المناطق هذا بالنسبة لعامة تقس اليوم كيفيش بيش تكون أعطيكم فكرة على مواعيد الصالات بالنسبة لليوم الصبحة الـ 54 و 56 دقيقة شروق الشمس الـ 6 31 دقيقة الظهر نصف نهار و 36 دقيقة العصر ماضي 53 و 56 دقيقة المغرب 36 و 34 دقيقة وصالات العيشة اليوم بشكون 8 و 19 دقيقة هذه فكرة على مواعيد الصالات بالنسبة لولاية القيروان بتاريخ 15-03-2023 هذه هي فكرة عامة على أحول التقس ومواعيد الصالات بالنسبة لليوم في الميت يو